أمين راوية وهبة صباح النور صباح النور كم هي أسماؤكم جميلة شكرا وإسم محمد جميل جدا إلا أنني لا أعلم إذا كنا نعرف الكثير من الأسماء الأخرى منها المتداول والشائع جدا في العالم وأسماء أخرى نادرة الاستخدام ونادرة الوجود وهذا ما نعرفه اليوم في توب تن أو سنتعرف عليه في توب تن أكثر الأسماء استخداما وشيوعا في العالم وسنرى إذا كانت أسماؤكم زملائي بينها في المرتبة العاشرة آدم اسم نبي الله الأول وأول البشر آدم هذا الاسم متعرف عليه في المنطقة العربية كما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى المرتبة التاسعة واسمه إيفا وهو أكثر الأسماء استخداما في أستراليا ومستخدم بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية كما في كندا وروسيا والمملكة المتحدة ويعود أصل اسم إيفا اللغوي إلى إيف والتي تعني العطاء والحياة وتترجم إلى حواء في اللغة العربية إلى رقم ثمانية إيزابيلا الاسم الجميل إيزابيلا مشهور جدا في البرازيل كندا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كما في أمريكا اللاتينية والاسم هو تحويل لاسم إيليزابيث اسم ملكة بريطانيا الحالية في المرتبة السابعة اسم أصله قطي ويعني الفتاة الكادحة والجدة في العمل يعرف كذلك بتفرع إيميليا وإيميلدا وإيميلي منه زملائي هل لديكم فكرة عن ما هو هذا الاسم؟ يأتي من تفرع أسماء؟ إيميلدا، إيميلين وإيميل نعتقد شو؟ أميلي؟ أميلي ممكن أميلي أنا قدية صديقة اسمها أميلي صحيح اسم أميلي وهو اسمه متداول بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو واحد من أسماء الإناث الأكثر شيوعا حول العالم إلى الرقم ستة جاكسن الاسم صاحب الأصول الإسكتلندية يعتبر الأكثر شهرة في القارة الأمريكية الشمالية كيما يمتلك هذا الاسم شهرة كبيرة في أوروبا عموما ويعني الكرمة والعطاء إلى منتصف الترتيب نوح اسم نبي الله نوح مستخدم بكثرة في الجزيرة العربية بالإضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتعود شهرة هذا الاسم إلى قدمه إذ يعد واحدا من أقدم الأسماء في التاريخ البشري هنا لابد أن أتوقف زملائي عند سؤال يحيرني بالفعل هل تفضلون الأسماء القديمة والتاريخية على الأسماء المستحدثة إذا صح القول يعني ما بعرف أنا أفضل الأسماء القديمة وتحديدا الأسماء التي لها معاني أو موجودة في القرآن الكريم تستهويني كثيرا يعني في أسماء مستوحات من القرآن الكريم لا نعرف أنها من هناك هل إذا خيرت في اختيار اسم لذكر أنه أنثى ما كان سيكون هذا الأسم؟ يعني أنثى ياسمينة جميل وذكر محمد لنستكمل الأسماء الاسم الذي يحتل المرتبة الرابعة هو لوكاس يكفي أن يتصدر هذا الاسم لائحة الأسماء الأكثر استخداما في فرنسا وبلجيكا والنمسا بالإضافة للبرازيل وألمانيا أنا ولا مرة مقابل أحدا اسمه لوكاس بحياتي بعض ولا أنا غريب اسم لوكاس شوي بالفعل لا موجود منه اسم لوكاس من إيطاليا يعني في كثير في إيطاليا يسمونه بالمحيط العربي صعب لائحة اسم لوكاس إلى الميدالية البرونزية وتذهب الاسم أما اسم أما هو الاسم الأكثر شهرة في ألمانيا وكندا والسويد وهو ثاني أسماء الإناث الأكثر شهرة في العالم ويعني اسم أما العظمة والشموخ ويعتبر واحدا من أقدم أسماء الإناث الموجودة الميدالية الفضية وقد اقتربنا من صدرات الترتيب تذهب اليوم إلى اسم صوفيا الاسم اللاتيني الأصل والذي يعني والذي اسم صوفيا الذي يعني حكمة والذكاء هو اسم متعرف عليه في العالم بأجمع ويعتبر أكثر أسماء الإناث شهرة في العالم وهو الأكثر استخداما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا بالإضافة لأمريكا اللاتينية كما يستخدم في روسيا وألمانيا وحتى في تونس محمد صوفيا حتى في تونس اسم موجود يعني موجود بدرجة كبيرة اسم صوفيا لا فتني الاسم لأنه كونه أيضا اسم العاصمة البلغرية صوفيا اسم جميل هل حذرتم الاسم الأكثر استخداما في العالم؟ أنا عندي أحساس أنه هو من اسم موجود عندي أصلا يعني موجود في اسمي يا سلام اقتربت أمين اقتربت هو اسم عربي وبطبيعة حالة الاسم الأكثر استخداما في العالم هو اسم محمد هو اسم رسول الله المصطفى عليه الصلاة والسلام محمد هو الاسم الأكثر استخداما في العالم العربي وثاني الأسماء شهرة في الهند كما يستخدموا بكثرة في البلاد الإسلامية في آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة تحديدا هذه كانت فقط التوبتان اليوم تعرفنا على الأسماء الأكثر شهرة ولم أتعمد في وضع اسم محمد كون اسمي محمد هو اسم محمد الأساس تحييز تحييز أنت شلت اسم هيبة وحطت اسم محمد كان أكثر فضارة المفروض يكون هيبة أنا بالعكس يا هيبة أنا بالعكس أنا أشكر أمي اللي اسمها ليلى يعتبر عندي من أحلى الأسماء اللي سميتني محمد أمين جميل جدا اسمه ركب يعني شكرا لألك محمد غملوش على الأسماء ومعانية اللي أعطيتنا إياها